موسيقى موسيقى قصص الناس لتفرج فيها ولكن هي عبرة ودروس أرمت هذه الحياة في طريقنا لتأخذ منها العبار خرجتني من أخبار ذلك واردة بأنها ماتت أشبقالي أشبقالي بعدك كل شي راح رقدية مميمة هذا وقت الرواح حيوط الدار بردات والغبار غطاها وصوات الطيور سكتات والغرس الواح كنتي ما ترتاحي حتى تشوفي ابتسامتي أدموعي اليوم ويدان في قبرك أرتاح كنتي النور والنار كنتي الصبارة كنتي وردة فجناني أعطرها فاح في الليالي الباردة تصهري تغطيني وإلى مرت تقابليني حتى للصباح يا ما تكسيتي بفستانك القديم باش أنا انتباه بحويجي الملاح يا ما جاتي كنتي تقولي شبعانا وما كلتي كانت زردة وتفاح بابتسامة قابليني مني نرجع للدار وقلبك الباكي ناسي الفراح اليوم التراب غطاك والصمت طواك فيه نرد الراس وكيفاش نرتاح تظل يمزجونا بين بيت وبيت باش ولدك يبقى مطلوق لصراح ابكي يا عيني ويا قلبي نوح إلى اللي راحت يردها النواح كنتي تقابليني واخال عيوب واللي عيروني به عندك أمداح علامي برضاك كان ديما مرفوع واليوم بلا بيك هعلامي طاح كان قسملك يا أمي بخارق الكون ما غنت هنا ولا غنرتاح ولو يعطوني مال الدنيا موتك ورت في قلبي الجراح على ركابي الطايح على جنب قبرك نطلب من عماقي منك السماح نطلب من عماقي منك السماح و في الوصول إلا ما تفرجش بقناة الغربة ما غده تعرفش بمعنى الحقيق لغربة ماذا تدعم هذا المحتوى الهادف نزل التحت وبرك على لايك قبل ما تنسا لأنني أحبكم في الله أضغط على لايك يا صاحبي راهب لا فلوس السلام عليكم رحيل كدك بخير لمسالك الحمد لله يا رب العلام خيزتني أخبار دي الوالي جابي أنا ماتت عيت معني شلم من عيت عيشة من نسيب كرعيات كيش لكي جو كيشلوس المساجات عيت لي السيد محمد ملحنوش ملجاج يقولوا عيد العيد لي كريشة من باركة في رأسك أخوي أدراحي الحمد لله لكل حال أنا مسامح أني أخيرا وما عندش قد ندير نزل عدراحي ما أخوي أقدرش نزل المغرب نهائيا قد نسيب ولو قد نزل معدي ما قدرتم إلى مدس الله يرحمه ورحمه الله يغفر له ويسمح له ومنعدي ينرى السابح كريم ما عنديش قدي ندير نزل ما عنديش كله غدي يقول لك اشتكين لا حيات عيات قل لي البارقة فراسك اخويا هشام ولي درانات الله يرحمه ويغفر لها ويغفر لأمة محمد الاسماعيل ما عندي ما قدير ولو هيا مادة الله يرحمه ويغفر لها رزقاني بسامح فيه اتنية واخيرة وبسامح لها كذلك هي اتنية واخيرة ممكن ما قدشوف الوحدانية وما قلتش لك قد نقول لك في هذا الفيديو يا اخوي عبد الرحيم اراني قلتها البارح في الفيديو ديالي بانا بتلقى اني تلقت اليوم ستني اخبار ديالي الموت وبقي لعرب واحدة باقي حالة حرات الله أنا مع الكليبات ديالي أنا مع الكليبات ديالي الوالدة الله يرحمك ورحمة جلاه الحمد لله لكل حال قوي عبد الرحيم إن لله وإن إله رجيعه إن لله وإن إله رجيعه أخوتي وخوتاتي مشاهدي قناة الغربة اللي ما تعرفش هشام وما تعرفش قصته تنصحك تشوف القصة دياله المأساوية الكاملة في قناة الغربة وهذه هي الصورة المسخرة ديالفيديو واللي تعرفو راه هشام ما زالت يعيش في خربة وما زالت يعاني جسديا ومعنويا وهذا الأسبوع تفارق مع مراته ومشات بحالها وبقاب واحده غير مع الكلاب دياله في ديالي الخربة واليوم جاء الخبار بموت الواليدة دياله وكانت صدمة كبيرة عليه من بعد كتر من عشر سنين ما شافها هذا هو الرقم دياله اللي كتشوفوه على الشاشة كانت منه تتصلوا به تعزيوه واللي يقدر يساعدوا ماديا فله أجره عند الله وده بغى انتقلوا القصة أخرى الكثير من المشاهدين كانوا تسولوني على جديد سعيد وفاطمة اليوم الخميس ثلاثة في شهر عشره الفين وربعة عشرين مشيت عنده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شوفوا أخوتي اليوم جينا عند ساعد اليوم الجوز في شهر عشره الفين وربعة عشرين بزاف الإخوان طلبوا مني باش نجي نشوف ساعد الأحوال دياله واخته وفين وصلت الأمور دياله واليوم توكلنا على الله وجينا عنده صراحة شيء رائع إنسان مسكين لا يمكن يعني انتم لمشيتوا حالتو كيديرا ورغم ذلك يعني تذكر أصول دياله المغربية وشنو زرعنا ليقامة ساعد كيس تقبلني شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم آخر مرة كنت جيت عن ساعد هذه قبل ثلاث شهور وكان في حالة يرتلاها كانت بين عليه الكآبة وعدم الاهتمام كان مصدوم من كون العائلة دياله اللي قلب عليها لمدة 40 عام والذي يمشى زارهم أخيرا في المغرب كانت بينتهم حساسيات وخلافات كيف ما قاعد عائلات للبلدان ديالنا والترغم ساعد باش يختار واحد الجهة على الاخرى عملا بمبدأ اما تكون معايا ولا تكون عدويا وهكذا اختار ساعد جهة واختارت فاطمة الجهة الاخرى ومن ثم فصدعت العلاقة بين ساعد وفاطمة واللي ما تشوفوش منذ الطفولة ولكن القورسهم في مواجهة بعضهم البعض بسبب العائلة فاطمة وفي مواجهة بعض المحايا لا تفعل وفي مواجهة بحضر أنه كان يبكي وكان يكلم أمسكيت وكان يسغل على فاطمة لأنه لم يكن لا يجد لأنه لم يكن يعد لأنه لم يكن يحصل لأن فاطمة لا يمكن أن يكون ومن دخلنا بغيبية اللي كيفاش انه كان فنان تيدرب البيانو قبل الكسيدة المشؤومة ولكن للأساف الاصابع ديالو ما بقاش مطاوعاه للتالاف الذي اصاب جهازها والعصبي تعالى عن ihrem انظر ان اضافه وانتظر نفسه انه هي اضافه وزدان او موسيك لتصبح واحد هذا لك سعيد کہ اقول لكم انه ينزروا الزقاف التي تفهمهما العالم كامل الموسيقى والحب لا يحتاج لكي ترجمة وعنده الحق بصراحة هذه الفلسفة نتفقد معها الموسيقى كيف يحس بها كل شي والحب كذلك ترجمة نتخلصا سعيد لماذا تطلب موسيقى؟ لماذا تطلب موسيقى؟ لماذا تتعلم root المترجم للمشاهدة من المترجم لكي تشعر في مجرد من المترجم لكي تشعر في مجرد وفي المترجم لكي تشعر في المساعدة أجل قد اعظم في المنزل أنت تشعر في مجرد جيدة جمعين هذا هو مجرد جدا يمكنني أن تشترك في الطريق السابق في الصدر في الصدر والتعيش في الصدر يحاول أعطيك ذلك فأحاول أعطيك بالجموعة تحاول أعطيك الأشخاص منه أحاول أعطيك فأنت أعطيك شكراً في المحطة وزويون ما شاء الله اللي حقاش دك شفنا نقاما شفنا نعنا شفنا حوالي شخرين بصارح هذا زرعه من الناس و سوولته قلت له علش كتتزرع هات الشي قال لك احتل بالنسبة لي الجسم دياله غصوله بودا يبقى كيستعمل العضالات كاملين وإلا غيموتوا له العضالات قلت لك احتل القطباء استغربوا من السرعة اللي تحسن بها من هذه السنو الأربع سنين من كاش كيتحرقها كان فعلا كان نحن معواق تماما ودبا الحمد لله ولك يحركي ديه ورجليه وتيغرس هو في الشعال هذه كانت يدرب البيانو وكان لين محترف ولكن الصبعان دياله ما بقوش مطاوعينه كما تيحرك لكم الصبعان كما كتشوف الصبعان دياله ما بقوش مطاوعينه يعني ما عزوك فلان متزين ها شوفنا ما عزوكي تلاطي قلت لك أن الناس كي سوفي أن هذه الدهات الأعطيباء قلوا لما عزوكي تحركها في جدال عملية على الدماغ دياله ودابا راح محجيزة أنه غيكي يحركها دابا نعم، 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 نعم try to eat I have some with ive ou ate em in one hundredye or two-year, take my food I think it'd be different قلت لك هد سبعانه اضействنان ليحرقال له أنه لا نعم، يحتاج حسب وارفه وانه يريد stay in shape أن البيانو أو綿غرس ويستخدمت بوضع الفضلة إلى النوات أن تكون سابقة في الالبداسيًا لأن يستطيع العرص على أمره حتى يستطيع فرصة ويستطيع العظام الفضلة ما يشيّش على بعض المطائق في الانان وأيضا النكال لا يشترك أن يتالي المنة لا تشترك الأيض هذا الجبع ويظه في التفادي السابقة ويظه في الجبع فعل الفضل ولكنهم لا يراه لاهرب منتوا منه يا شغل ولكنهم ما يشترك في المصدق هل تفعل ذلك؟ نعم قال لك الناس يشوفوني على براتي يقولوا واو هذا كانت تحسن والله يلا والله باخير شو كيف شو اللي لابس عليه مبقاش مريض قال لك هما ما يشوفوش ميتي يكون بالليل هنا مكوة مناع فهذا الفراش هذا وقال لك يموت بالحرق قال لك هذا شيء ما يشوفوش وما يشوفوش من كيدير هدف عنقه باش العنق ديالو ما يحرقوش بعد المرة ساعة 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 يدير هديد العنق من نهارد العملية هاد الانسان كيعاني وخد دوايات الالام ولكن ماستشلمش بغي يكمل الحياة ديالو وكيدير اه شغالتلي بكيديره ونصحها بصراحة شكو فينا قد يكون ناقص عشرة ولا ناقص ستة ولا ناقص خمسة ويخرج وبسبعان وعريانين وبقي يقابل 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 ماتيشة وكيدير البيانو يقابل سيد أحضر أجل أحضر يقابل يقابل فاتما يقابل 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 مختصة مختصة يقابل في حالة المغرب يقابل وكذلك يقابل 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 والجميع وكل شيء يسمح فيها وحتى ساعد كيف تلد النت؟ نعم لديها كما تلد وعندها كما تلد وعندها كما تلد وعندها كما تلد وكانت فصلوا بأن ما قلت لها فاطمة عليه لا يريد أن تلد وكانت مسكينة تبكي وكانت مريضة هذا الأخير مرة أدرت معها وكانت وعدكم إن شاء الله سنبشي عند فاطمة هي بعيدة شوية 250 كيلومتر نحن نضرب 500 كيلومتر ولكن الوعدكم ساعد ساعد فاتس فرندلت تس فور مهوكو الناع مهوكو قلت له أساعد شنو الاختلاف اللي كان قبل من المغرب ومن بعد ما رجعتوا من المغرب كيف شغال قال لك هو وحد الإنسان هد العام عادوا اللي يستعمل التليفون هد العام عادوا اللي يستعمل التليفون وما هد عشا سنين هو بقوة الكآبة التليفون ما تشريش وما تقربلوش يعني ولحد الآن ما كيعرفش يستعمل التليفون ولا عيطلوه الناس بعد المرات ما كيعرفش تيجوه قال لك كي يحشم ماذا ما يلعيطلوش واحد كي يحشم يهدر معاه لانش غادي يقول له كي يتحركش من الدار ما عندوش ما يعود للناس ما ما يقدرش يقول له يعني غا يقول لهم نفس الكلام يعني فقط بالحريق والناس بالحريق ما عندو ما يقول لهم هاتش يقول لي هو نعم 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 نقول لك واحد المادتال بلجيكي تيقول إلا ما سمعت تيش يخبر على شيء واحد عرف بأن الأمر غادي معهم زيان قال الشاي قال الشاي عندما اختباص وطعت الشي خراق وفيل السين فراندري مغوكو قلت له هادي ربعين عام ما مشيتي للمغرب وده ما مشيتي قلت له كو كانت عندك انت المسؤولية في المغرب قلت له شنو تقدر شنو شنو تبغيت تبدل في المغرب نعم نعم قال لك أقصى حاجة شافها في المغرب هي واحد العائلة ساكنة في المقابر وكيخدموا على الساسة المانيت وربما كيحفروا حتى المقابر قال لك هاديك ما عمرو تصورها بأن الناس قدر تعيش في المقابر بش تعيش هاديك في المغرب 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 قال لك عندهم شيء في كازابلانكيش يستاديا للمقابرات وقال لك شاف شيء عائلة تعيش في المقابر نعم 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 قال لك سعيد كوكان هو في المغرب عندهم مسؤولية قال لك أول حاجة دي راه هي يقلل الفجوة ما بين الغني والفاقر قال لك بزاف فرق كبير ما بين الأغنية والفقرة هذا هو كإنسان بلجيكي مغربي كم شاء الله مغرب من ربحين عام هادي أول ملاحظة قال لك شافها لك فاتيما نعم 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 لماذا نعم 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 هادي أخي أنه أنه لاحظت أنه أنه سعيد وقال لك كانت يقول الفاطيما ما تعطيهمش وقال لك باش يمشي ويخدموه لان اعطيتهم كي يولفو بان الفلوس كتجي باردة او كي يولفو ما يخدموش قال لك بانشيغي في المغرب قال لك ادلنا سبحان هادو كيني بزاف كيني يحتف بلجيكا حدوك الناس اللي كتافو باردين ما يبغوش يخدمو وكي عجبوهم ميامدة دويةهم ويطلبوه يكونوا باردة وخطت هنا يجيو لاسى في محبائة قال لك ابقنا ثانك يقول لك ما اعطيكو لاسى لكي يشجعووا ليس على الساعة اهواها من التغمير وطيعة يخرج للقناة الانضل الاستيلي امغوكو سعيد قال لك انه اختار الثالثة إلى الرابعة موضى عاقل المناطق الخضراء المدينة كبيرة في المدينة المدينة كبيرة المناطق الخضراء المدينة كبيرة المناطق الخامسة يشاهدون المساكل الذين يبيعون مدينة المدينة 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 كبيرة المناطق خأنا في مدينة المدينة 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 تشاهدون المدينة المدينة أجنابي لأن أخلاقه كبر في بلجيكا والأم بلجيكية وطبيعة الحال أب ديالو ناعمتها والله يرحمه كان مغريبي ولكن مني كانوا صغيرين يردوه للمغرب ونتلقي قصة أنتم عارفينها إذا بحالي كان نعرفه معه بلجيكي وبلجيكي يشوف المغرب بعينه ونسمعه كيف يشوف المغرب ديالنا ماشي كله مأدى واحد منهم قلت له هل لديك شيء في دماغك وش بغيت بشي تجوج تما ولا شنو يعني هما كيك يغنبالينا مكتوب كنتو كونست يعني في المكننة والكوكيني تبلايب قل لك بالنسبة لي هو في بلجيكي ما عنده حتى مستقبال وماشي لأبو ديالس هنا على حسب ولادول يعني أصلا أولادو سامحين في هذين 24 عام بالنسبة لي يعني البلدان كلهم بلدانو وخوش صالنا مغرب لأصل ديال باح أغشين دك من انفلليزتاتك أغشين دك من انفلليزتاتك أغشين دك من فاصلين كومي قل لك وبمعنى هنا عندهم في بلجيكي إعاقة يعني يخلصوك شهريا ويعني الشهري ديك ما عاد تقطعش أغشين دك يقدر يمشي في المعجبون لك بمعنى هنا يما عنده حتى شي واجبات كإنسان معاق يقدر يحش في بلاد المغرب البلاد الثانية بحيث أن يحس برصوم جيدا أجل 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 كما تظهر أجل 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 ما امرو ما شفت في شدونا نعم جميل جميلة جميلة نعم 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 جميلة نعم نعم هم غيرا كرام ضيافة من النسبة لها المغرب عنده عائلته يحسبها بلاده قل لك لما سيبقى هنا سألتك وما سأبقى في هذه البلاد يعني لا عنده لما سيبقى لا أم هنا لا أب لا أب لا أولاد لا تحاجة قل عبوا على طريقة تهكمية على نفسه قال لك لما سيبقى هنا وعندما سيبقى هنا كان هناك أشخاص يستطيع أن نتحدث إلى المغرب أصبح مجرد يتعلم على أمه موجودة بأنا ويستطيع أن أتشاهده وفي أمه أما أنه يشاهده في أعماقه وكانت تفهم هذا المنظر بما أن الأب محتمت يجب أن يرى العم والأب يجب أن يرى فوق قبالته سايد عندما قمت أفخاق وفرت في الليدة فاتس الثالث فوردن يجب أن يفترك قلت له سؤال آخر على الماضي شنو ما آخر كلمات قل لك باك أو لك تفكر باك وقل لهم لك في سيتي عندهم المغرب كنت يجيب حالك أكثر أكثر من أريد أعتقد أنك دفتت رؤية لك ذاكي في الضيجخ ذاكي في الضيجخ جاء لك أخر صورة كنت تفكره في المعطار إدموها بطين الله يرحمهم مرحباً، مرحباً. نايم. فتساويي فتساويي تخاهم زاخر أشياء سترنا فوها دوت كي يفعل تلوخ كومة فان دوت. أشياء أبديش توزات فتساويي تخاهم زاخر وطلو 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 تصوروا بأن الإيسان يقدر يرجع من الموت تخيلوا قبال تكفاد الكرسي هذا ورجع. شنو تقول له؟ قد؟ قل لك يقول له توحشتك وغا يقول له ركب أعرفش أباش حل كنت محتاجك مني كنت صغيراً حتى كبرت الدابع وحرشت بلاستك شعال كبيرة نعم تردي أعطي 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 أعطي. تصير 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 بالتصير تصير كل هذا المنزل تقديم أبو ولا أم وأم النهنا لا أعرف أنه هذا هو أعطي أنا أعطيك أنا أعطيك 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 وكاد تس sodium أعدنا أعطيك أحضر محضر أعطيك أ ابتعد أعطيك كم أعطيك كان لدينا القصة من هشام الحارس الأمني في سبانيا وأنا أقول لكم لماذا نجبط هذا الموضوع مع سعيد سعيد لا يعرفش هشام وهشام لا يعرف السعيد وأنتم لم ترى القصة بشيء؟ يا هشام استعرفتنا أن أموت التغنيات في الليلة ما تفتخن زن فوقات نية احتراد قال لك هشام يعزيك في الوليدة ديالك وقال لك صبر وحاول ما تشوف اللور دير بحاله شوف هالقدام لأن المستقبال هو لك يتسنك إما الماضي عمره ما غير جع عندما كان لديك واتستقبلنا ونتقدم وشكريك الكثير الجمهور كله يسوه عليك من نقوم قبلها وتعليق آخي أعلم أن هذا المصارب حقاً يتعرفون أن هذا المصارب في فلسطين إن أخوتي في الجماعير يقول لك سعيد يكون لك أفكرون أخوتينا في فلسطين هذا الشيء ما حقاً ممكن أحسن أن نفكرونها ونحنن لك وخطب الدعاء نعم أجهر من أن أعضر عليك صدقاته توليك أن أكون من الأعضاء والجتماعي مجنون، لم أكن أشياء فإنهار ذلك لدوث على اي حال احنا كنتمنى الحرية والسلام الاخوان دينا في فلسطين وفي لبنان وفي سوريا وفي الصومال وفي السودان وفي اليامان امني كنشوفوا الدول دينا مش تستبهة طريقة دول العربية والاسلامية انا كنحب دمان نهضرش في السياسة لان قلبك يوجعني وعندي ما نقول ولكن قلبك يتقطر بالدم وماشي يعني كنجيت نبكي ما مكيش بالدموع ولكن بالدم ولكن كنبقى ساكت لانني القناة هذي حاولت تكون اجتماعية ومن تخش في الامور السياسية ولا الاقتصادية وحتى الرياضية اخوتي كنتمنى نكون طرحت الاسئلة اللي قدرت نطرحها على ساعد انا معرش كوكاللايف كورا قلت لكم شنو بغيت تسوله ولكن ساعد كما كتشوفوا دي ما مستقبلنا مسكين واحد الحاجة اللي لحتف ساعد ساعد كيلعب البيانو ساعد كيسوب النعنى على تحتا ساعد كيتمشى ويخرج ويبتاسم وما بقاش لك الحزن اللي كاين واحد الحاجة اخرى اللي كيلحته في ساعد في الدارت ساعد لاحظت بانه في اي ملاسة عنده الخضورية وهدي دليل بانه يعني هذا ما كانش بصراحة ما كانش هاتش كله كي يعني بانه لا ايجابي وبصراحة كنشوف بز ايسان خر بصراحة ايسان خر ودعو معاه ايشا فيها الله اشتركوا في القناة